اكد الشيخ هشام بن عبدالعزيز الخليفة رئيس مجلس امناء المستشفيات الحكومية على الاهتمام البالغ الذي تليه حكومة مملكة البحرين للقطاع الصحي الامر الذي يسهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الرابع لمجلس امناء المستشفيات الحكومية لعام 2024 وخلال الاجتماع ثمن رئيس مجلس امناء المستشفيات الحكومية توجيهات مولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن سرعة الانتهاء من قوائم الانتظار لعمليات زراعة القوقعة مشيدا بجهود الفريق القائم على البرنامج في تصفير قوائم الانتظار بمجمع السلمانية الطبي مما اسهم في تعزيز مستوى كفاءة الرعاية الصحية المقدمة في المملكة واستعرض مجلس الامناء الموضوعات المدرجة على جدول اعمال الاجتماع بهدف تحسين التجربة العلاجية للمرضى في المستشفيات الحكومية ومستجدات مشاريع تحسين الاداء وخطة التدريب